اتفاق فرنسي روسي على التوصل لحل سياسي في سوريا يحافظ على مؤسسات الدولة وزير الخارجية المصري يقول ان التنظيمات الارهابية في ليبيا تمثل تهديد مباشرة للامن القومي في مصر وقوات الشرعية في اليمن تقتحم البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من الملف السورية اذ حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الروسي بلاديمير بوتين من ان اي استخدام للاسلحة الكيميائية في سوريا سيكون موضع رد فوري من باريس وعرب ماكرون عن اماله في تعزيز الشراكة مع روسيا في مكافحة الارهاب في سوريا مشترطا الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومشددا على عدم القبول بوجود دولة فاشلة في المنطقة في الشأن السوري ذكرت الرئيس بوتين باولويتنا وسنعمل خلال الاسابيع المقبلة مع روسيا للتنسيق لحل الازمة اولويتنا القصوى في سوريا هي مكافحة الارهاب والقضاء على التنظيمات الارهابية وخصوصا داعش اعتقد اننا سنتمكن من التعاون مع روسيا لتعزيز شراكتنا بعد ذلك امل ان نصيغ انتقالا ديمقراطيا بشرط ضمان مؤسسات الدولة السورية حرب النفوذ في البادية السورية تشتعل بين الجيش الحر المدعوم من التحالف الدولي من جهة والميليشيات الايرانية وقوات الاسد المدعومة من روسيا من جهة اخرى ويحاول الجيش الحر التصدي للايرانيين الذين يتقدمون باتجاه منطقة التنف في محاولة لسيطرة على طريق دمشق بغداد الدولي الذي يمتد الى ايران تقرير الزميلة منعواد والتفاصيل عقب استمرار قوات الاسد والميليشيات الايرانية التقدم في مناطق البادية السورية القى الطائرات تابعة للتحالف الدولي مناشيرة تحذرهم من الاقتراب من مواقع داخل البادية السورية وافاد المتحدث باسم جيش مغاوير الثورة لمراسل اخبار الان ان قوات التحالف تجري منورات عسكرية في البادية السورية بهدف مهاجمة داعش في البوكمال ودير الزور واشار الى ان قوات الاسد والميليشيات الايرانية تسعى للسيطرة على البادية السورية وصولا الى معبر التنف مع العراق حيث تتخذ قوات التحالف الدولي قاعدة لها يأتي هذا في الوقت الذي يستأنف فيه مسؤولون امريكيون وروس في عمان بعد ايام محادثات عسكرية وديبلوماسية لاقامة منطقة امنا جنوب سوريا بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الاوسط ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن حماية فصائل الجيش الحر في التنف قرب حدود العراق ودعم قوات سوريا الديمقراطية لتحرير الرقة من داعش وذلك ضمن تحرك ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لاختراق الهلال الايراني في سوريا وبحسب مسؤول غربي لصحيفة الشرق الاوسط تتناول المحادثات المقبلة مساحة المنطقة الامنة والمجلس المحلي والمراقبين والمساعدات الانسانية اضافة الى اشتراط واشنطن رفض اي وجود لميليشيات ايران في المنطقة الممتدة من القنيط رفجولان الى درع وريف السويداء وصولا الى التنف مع احتمال قبول وجود رمزي لدمشق على معبر نصيب مع الاردن لافتا الى ان هذه التحركات الامريكية جميعا ترمي الى اختراق الهلال الايراني ومنع حصول رابط من ايران الى العراق وسوريا وحزب الله وتحقيق طهران لطموح انشاء ممر بري الى البحر المتوسط خرج امس اكثر من الف شخص نصفهم من مقاتلين معارضة من حي برزة دمشقي في طار تنفيذ المرحلة الاخيرة من اتفاق التهجير وتوجهت الحافلات ظهر اليوم الى الشمال السوري تحمل المهجرين ظهر يوم امس تحمل المهجرين الى وجهتين مختلفتين في منطقة جرابلس في ريف حلب الشرقي ومحافظة ادلب في الشأن العراقي توغلت القوات المشتركة في ساحل الايمن غرب الموصل بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء حيدر لعبادي لتفقد القطعات العسكرية هناك واعلن العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ان القطعات العسكرية توغلت في احياء الصحة الاولى والزنجيل والشفاء ومنطقة مستشفى الجمهوري واضحا ان تحرير تلك المناطق سيسهم بمحاصرة داعش من جميع الجهات وبعد وصول القوات العراقية الى المدينة القديمة في الموصل والتي تمتاز بضيق شوارعها وازيقتها واكتبادها بالسكان بتدهول الاليات العسكرية اليها صعبا جدا فضلا عن ان المدفعية الثقيلة تقف عجزة امام قصف مواقع داعش خوفا من استهداف المدنيين ليبرز دور الطائرات المسيرة في معركة تحرير الموصل اذ تمكنت من قتل عدد كبير من مسلحي داعش وتدمير السيارات المفخخة تقرير مراسلنا لؤي امين لطالما كانت طائرات داعش المسيرة توقع اصابات في صفوف القوات العراقية في الموصل يختلف الامر فالشرطة الاتحادية هي صاحبة اليد الطولة هذه المرة من خلال سرب كامل من هذه الطائرات توجهنا عبر ازقة وشوارع الموصل للوصول الى مكان تمركزهم وصلنا الى النقطة الاخيرة لم يتبقى سوى شارع واحد للوصول الى ظفة النهر المقابلة لمسلحي داعش في الجانب الغربي للمدينة وباتصال هاتفي اكد الملازم السيف انه يتوجب علينا الترجل من السيارة فاية حركة هنا مستهتفى التعال تقرب بش انت ما راح تقدر تجيب سيارتيك نحن باستفال مباشر والعدو راح تترجل من السيارة راح تستقبلك قطعاتنا حاليا نحن استطلع فوق المنطقة القديمة نستطلع عمام قطعاتنا نبحث عن تواجد العدو من هذه الغرفة الصغيرة ومن هذه الشاشة الصغيرة هنا رصد مستمر من خلال الطائرات المسيارة للشرطة الاتحادية لكامل مدينة الموصل تنقلات داعش ومضافات داعش واماكن تواجده واعطاء المعلومات الى القوات التي تقاتل على الارض في كافة المحاور من هذه الغرفة يتم رصد تحركات داعش بالكامل في مدينة الموصل يبدو ان المدينة القديمة ستشهد معارك ضارية مع احتماء التنظيم بالمدنيين وحجب دور المدفعية الثقيلة وعدم قدرة الاليات الكبيرة على المرور في الشوارع الضيقة لتكون كلمة الفصل للطائرات المسيارة طبعا احنا بالمدينة القديمة نعالج الاهداف كودا انه المدفعية يعني ما تقدر تعالج اهداف بمناطق ضيقة يجوز اكو عوائل يجوز اكو عوائل يعني فالطائر المسيارة تقدر تميز اهدافه كلش دقيقة ضرباته كلش دقيقة احنا دراقب احد عناصر داعش اثناء تواجدنا هناك رصدت الطائرات الاستطلاعية احد مسلحي التنظيم وتم استهدافه واصابته مباشرة الحمد لله اصابة مؤثرة وموفقة تم قتل العنصر الداعشي طورت هذه الطائرات لتحمل مقذوفات بامكانها اصابة الاشخاص والدراجات النارية وحتى ايقاف السيارات المفخخة وفتح ممرات امنة للنازحين كما انها باتت تستطيع الطيران في الليل العناصر داعش تعرضون للنازحين يتعرضونهم يعني قطعون الطريق عليهم ويهددوهم بالسلاح ومنعوذهم قاعدين لاحظهم يقتلون بالطائرات المسيارة قاعدين لاحظهم يقتلون المدنيين ويتعرضون للمدنيين فاحنا بهذا الاثناء نحاول نعالج الاشخاص اللي يتعرضون للمدنيين حتى يساعدهم لخروج للمناطق الامرة الموفرية قطعتنا الامنية من خلال المتابعة وطائراتنا المسيرة كذلك لخروج المدنيين للمناطق الامنة تعمل القوات العراقية على استخدام كافة الاسلحة والتقنيات الاسكرية الحديثة في معركة الموصل خاصة بعد حصارها مسلحي تنظيم داعش غرب المدينة من الموصل لؤي امين اخبار الان بدورها عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على عدد من الانفاق التي كان يستخدمها داعش للتخفي من الضربات الجوية خلال عمليات تحرير الموصل غير ان مصادر عسكرية عراقية اكدت انه بعد اغلاق جميع منافذ الهروب استخدم مقاتلو داعش هذه الانفاق لانهرب صوب الموصل القديمة مرسلنا ويسام يوسف والتفاصيل هذا النفق الذي يبلغ طوله اكثر من ثلاثة كيلو مترات ليس في منطقة جبلية بل هو تحت منازل وشوارع الجانب الايمن من الموصل حيث عثرت عليه القوات العراقية بعد تحريرها مناطق عدة مؤخرا تم العثور على مضافة للعدو تحوي نفق يمتد من حاول كنيسة باتجاه 17 تموز طوله بالماء يقارب الى 4 كيلو متر الى 3 كيلو متر بالاضافة بالاضافة البيت اللي يمسوين بالنفق يمخلين عجلة مفخخة موجودة تم تفكيكها من قبلنا قوات الرد السريع هذا النفق الذي يربط منطقة السابع عشر من تموز مع منطقة حاول كنيسة والمحاذية لنهر دجلة فيه عدة مخارج وعند كل مخرج منها وضعت سيارة مفخخة ومعدة وجاهزة للتفجير حيث ان انتحاري لاعش كانوا يستعملونه للوصول الى سياراتهم المفخخة بعيدا عن اعين المراقبة معالجة الانفاق ليست بالمهمة السهلة خاصة ان قسما منها تمتد لمسافات طويلة ويمكن ان تنهار وتتسبب بخراب كبير في الطرقات او مثل هذا النفق الذي تركه داعش مفخخا ويمكن ان يسبب حوادث للمدنيين حين عودتهم لهذا تمت معالجته هذا النفق يعد الاطول الذي اثرت عليه القوات الامنية في الجانب الايمن من الموصل والسيطرة عليه من قبل قوات الرد السريع العراقية شكلت نقطة تحول مهمة اثناء عمليات تحرير حي السابع عشر من تموز ومنطقة حاوي الكنيسة وحييكم من جديد قال وزير الخارجي المصري سامح شكري ان التنظيمات الارهابية المتمركزة في ليبيا تشكل التهديد مباشرا للامن القومي في مصر وخلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الروسي سرغي لافروف اكد شكري ان مصر تستهدف الارهابيين في ليبيا دفاعا عن النفس مشيرا الى ان العمليات العسكرية المصرية في ليبيا تجري بالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي تنظيمات الارهابية واتخاذها لقواعد للتدريب والانطلاق الى الاراضي المصرية يشكل تهديد مباشر للامن القومي المصري والحدث الذي تم المأساوي في المينيا يوم الجمعة الماضية هو دليل على مدى قدرة هذه التنظيمات واسرارها على اقتراف هذه الجرائم البشعة التي تستهدف الابرياء من اجل زعزعة استقرار مصر بما يحتم على مصر ان تدافع عن نفسها وفقا للقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية واتخذت ان استهدفت قواعد هذه التنظيمات للقضاء عليها والحد من قدرتها على تهديد الامن القومي المصري وثقنا في اخبار الان عمليات هروب مسلحي داعش من مدينة سرط الليبية وهذه المرة ايضا وصلتنا صور تؤكد صحة ما تطرقنا اليه في مواضعنا السابقة صور لثلاثة افراد من داعش تم القبض عليهم يرتدون الخمار لمحاولة الافلات من قبضة القوات الامنية باتجاه درنا الزميل جمال العربي والتفاصيل نحن في اخبار الان كنا نواثق دائما لحالات هروب مسلحين من داعش متخفين في ملبس النساء وكثيرا ايضا هي الحالات التي عرضناها عليكم في تقاريرنا الاخبارية السابقة التي تتحدث عن هروب مقاتلين من داعش تنكروا بازياء النساء محاولين التسلل بين المدنيين للافلات من حواجز القوات الامنية وهذه بعض من الشهادات التي كنا قد عرضناها عليكم من قبل من مدينة سرد في اخر معاقل داعش في الفترة الاخيرة لاحظنا انه عدم مقاوم وفيش مقاومونهم يحلقون في الحياهم ويفرون ويرتدون ملابس النساء للخروج يحاولون انهم يخرجوا بملابس النساء وفي المكانات التي تم تحريرها من داعش نغوفية اثار الشعر انتاحهم يلحي حلقوا فيها مش يعدوا مع المدنيين وليناهم بعض يتخبوا بملابس نساء جلبيب وكاستار للهروب هذه المرة تم القبض على ثلاثة مسلحين من داعش في بوابة الذروة يرتدون الخمار كما هو موضح في هذه الصور وخارجين من جهة اجدابيا باتجاه درنة وجه اخر اذا لاستغلال داعش للنساء بعد ابشع الانتهاكات ضد المرأة ها هو اليوم يحتمي في زي النساء في دلالة عميقة على ضعف التنظيم وجبنه بتخفيه في زي النساء اثناء فرارهم هذا التخفي ورأى زي النساء دليل كاف على ان التنظيم لم يعد قادر على المواجهة او السمود اكثر في المنطقة الغربية يمنيا اقتحم الجيش الوطني اليمني القصر الجمهوري من جهته الغربية في مدينة تاعز حيث وصلت عناصر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية الى البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تاعز بعد معارك عنيفة جاء ذلك تزامنا مع الاجتماع الذي سيعقده مجلس الامن اليوم الثلاثاء لبحث الوضع الانساني والامني في اليمن تفاصيل اوفا في سياق التقرير التالي بعد يوم واحد من تمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة على مدرسة عمار بن ياسر المحاذية للقصر الجمهوري شرق مدينة تاعز اقتحم الجيش الوطني اليمني القصر الجمهوري من الجهة الغربية بالمدينة مصادر عسكرية قالت ان الجيش بدأ هجوما ناريا كثيفا على مواقع الانقلابيين داخل القصر الجمهوري لتندلع بذلك معارك عنيفة قبل وصول عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الى البوابة الغربية للقصر الجمهوري وقالت المصادر ان ميليشيات الحوثي وصالح قصفت بشكل هستيري المواقع والمباني التي تمكنت قوات الشرعية من السيطرة عليها وتحريرها خلال مراحل التقدم قائد محوري تعز في الجيش اليمني اللواء خالد فاضل علن في وقت سابق ان قواته على بعد امتار من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في مدينة تعز مؤكدا ان القوات تمكنت من استعادة وتطهير مبنى البنك المركزي وكلية الطب والمواقع القريبة من القصر الجمهوري مشانا ان ذلك كان وسط انهيارات كبيرة في صفوف قوات الحوثيين يتي ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الامن الدولي الذي سيعقد غدا الثلاثاء وذلك لبحث الوضع الانساني والامني في اليمن والاستماع الى ما جاء به المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد حول نتائج مشاوراته الاخيرة مع اطراف النزاع اليمني وملابسات الاعتداء الغامض على موكبه في صنع وكان ولد الشيخ احمد قد انهى الاربعاء الماضي جولة مشاورات معقدة في اليمن شملت الرياض والدوحة وصنع دون تحقيق اي تقدم بشأن مقترحاته لتجنيب ميناء الحديدة وإلات عمل عسكري وإعلان هدنة انسانية في رمضان قبيل الذهاب الى مفاوضات جديدة في الكويت وجنيف خلال الشهر المقبل اكد وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس ان جميع الازمات التي يعيشها الشرق الاوسط تقف وراءها ايران لافتا في لقاء متلفز ان ايران خططت لعدة عمليات في واشنطن منها اغتيال السفراء ومسؤولين وكشف ماتس انه يملك وثائق واثبتات من الاستخبارات الامريكية تؤكد ظلوع ايران في محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الخارجية السعودي عدل اجبار حين كان سفيرا لدى واشنطن نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل اخير تأسيس اتحاد الرياضي في منبج بعد خروج داعش من المدينة احييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم الى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحافة العربية لهذا اليوم خصصناه للاخبار الصحية والبداية من صحيفة الغد الاردنية التي نقرأ منها فيتامين بي يقي من الازمة القلبية والسكتة الدماغية جاء في تفاصيل الخبر اكدت هيئة المانية ان مجموعة فيتامينات بي وهي بي سيكس و بي ناين و بي تولف تقي من الازمات القلبية والسكتات الدماغية واوضحت الهيئة ان هذه الفيتامينات تحارب الهومو سي سي تين في الدم والذي يطلق عليه سم الخلايا لانه يضر بنظام القلب والاوعية الدموية بشكل يضاهي التدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نطالع مشاهدين من صحيفة القدس الاسراف اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاء كشفت دراسة امريكية حديثة ان تناول كثير من اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاء جراء ثمانية امراض شائعة منها السرطان والسكر وامراض القلب الى جانب جميع المسببات الاخرى للوفاء وتقارير سابقة اكدت الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاء المبكرة بتسعة مسببات مختلفة للوفاء واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية في الصحة ايضا تقرير يحذر الجرثومة الحلزونية بداية الاصابة بسرطان المعدة حذرت تقارير طبية من ان الجرثومة الحلزونية قد تكون سببا رئيسيا في الاصابة بسرطان المعدة وهذه الجرثومة هي احد اشكال البكتيريا التي تنمو في الجهاز الهضمي وغالبا تصيب المعدة في مرحلة الطفولة ويكون علاجها عن طريق بعض الادوية المكونة من مضادات حيوية واتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون والاطعمة الحارة والمالحة صحيفة القبس الكويتية مشاهدين جاء فيها هذه اهمية المشي لوظائف المخ خلصت دراسة الى ان نظام المشي بوتيرة معتدلة قد يقلل من اعراض الضعف الادراكي المحدود المرتبط بسوء حالة الاوعية الدموية في المخ وقال معدود دراسة ان التمارين الرياضية قد تفيد المخ ايضا من خلال زيادة عوامل النمو وهي مواد ينتجها الجسم لتعزيز نمو الخلايا وتميزها وبقائها صحيفة البيان الاماراتية مشاهدين عنونت بين صفحتها لهذا اليوم الى كل صائم نصائح لمواجهة الشعور بالعطش خلال فترة الصيام ابرز تلك النصائح تجنب العطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الاملاح والمشروبات الغازية تناول جرعات كبيرة من الفواكه والخضار التي تقوم بحفظ الماء داخل الجسم بالاضافة الى التمر التخفيف من شرب القهوة واستبدالها بالشاي والاعشاب الطبيعية والتقليل من شرب السوائل بعد الافطار مباشرة نعود الى اخبارنا مشاهدين وفيها ايضا في منبج شمال سوريا تشكل اتحاد تشكل اتحاد الرياضي لرعاية شؤون الرياضيين ولاعادة ترميم المنشآت الرياضية المتضررة على تنظيم داعش والتي كانت معسكرات لتدريب مسلحيه وبالرغم من شح الامكانيات بادر عدد من الرياضيين لعادة تأهيل بعض الملاعب هذا بالاضافة الى تنظيم بعض المباريات الودية تحضيرا لدور رياضي يشمل العديد من الالعاب الى التفاصيل كغيرها من المؤسسات الخدمية في مدينة منبج شرق حلب لم تسلم المنشآت الرياضية من تخريب تنظيم داعش ولان ارادة الحياة اقوى اسس عدد من الرياضيين اتحادا رياضيا لعدد من الالعاب فكانت بداية عودة الرياضة للمدينة بعدما قوض باعش احلام رياضي منبج خلال فترة احتلاله المدينة ما كان في رياضة لحتى يكون في اتحاد رياضي او نادي رياضي او فرق رياضية او انشاء دورياض بالرياضة يعني انت لو جايني قبل شهر حتى فرجيتك الغرفة الثانية حتى الارضية البلاط مدهونة اسود الاتحاد الرياضي في منبج لا ينحسر باعادة الشباب لرياضاتهم اذ يضم مكتبا رياضيا نسويا لتشجيع المرأة الشابة على ممارسة الرياضات النسائية من خلال تنظيم بطولات للكرة الطائرة والسلة والمضرب نحن الهدف من تفعيل الرياضة بمدينة منبج يكون للمرأة الشابة دور كبير بهذا الشيء وحاليا في تجهيزات للرياضة النسائية توجهنا الى الملعب البلدي في مدينة منبج لحضور مباراة ودية بين فريقين من المدينة فبالرغم من كون الملعب ترابيا الا انه لم يمنع حسن ورفاقه من اللعب وتحمل قساوة ارضه في حين يقوم الاتحاد بترميم المشاءات التي كان قد حولها داعش الى مراكز لتدريب مسلحه يعني الملعب ما كنا نحسن نفوت عليها كان فيها القام وفي من المشاكل هاي بس الحمد لله ربنا وفقنا وشالم كل شيء من القام الحمد لله ورجعنا على رياضة والأمور كويسة لكن منشآتي نقصنا منشآتي نقصنا ملعب نقصنا تنوير للملعب لازم ملعب يكون فيه انارة لازم ملعب يكون فيه يعني عشب استناعي ووفق احصائية الاتحاد فان ست منشآت رياضية تعرضت للتخريب من قبل التنظيم فضلا عن هروب عدد كبير من الرياضيين خارج من بيج اثناء احتلال داعش المدينة هذا بالاضافة لاختفاء ثلاثة اخرين بعد اعتقالهم على يدي داعش في اخبار رياضية عين نادي برشلونة ارنيستو فالفيردي المدرب السابق لأتلاتيك بلباو مدرب لنادي الكاتلوني خلفا للويس انريكي الذي رحل عن النادي بنهاية الموسم الماضي واشار الى ان المدرب الجديد يمتلك الخبرة والقدرات ليقود برشلونة في الرياضة ايضا بلغ المصنف الرابع عالميا الاسباني رفين نادال الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الفرنسي بين وابير بثلاث مجموعات من دون مقابل نادل المتوج بلقب فرنسا لتسع مرات انهى المباراة بسهولة اواقع ستة واحد ستة اربعة وستة واحد وضرب النجم الاسباني موعدا للدور المقبل مع الهولندي روبين خزا خبرنا الاخير من عالم الفن السابع شهد هذا الاسبوع صدور فيلمين في دور العرض السينمائية الامريكية نجحا في تغيير قائمة البوكس اوفيس وتسببا في تراجع عدد من الافلام التي تصدرت خلال الاسابيع الماضية وفي اول اسابيع عرضه تمكنت جزء الخامس من السلسلة الشهيرة بايرتس اوف ذا كاريبيان من تحقيق ستة ملايين من تحقيق اثنين وستين مليون ومائة وتسعة وسبعين الف دولار كما وصلت اجمالي ايراداته على مستوى العالم الى مائتين وسبعين مليون وخمسمائة وتسعة وسبعين الف دولار كما بدأ عرض باي ووتش هذا الاسبوع وحقق ثمانية عشر مليون ومائة الف دولار ووصلت ايراداته اجماليا الى ثلاثة وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وسبعين الف دولار ولكن تجدر الاشارة الى ان ميزانية الفيلم وصلت الى تسعة وستين مليون وبذلك يكون الفيلم اخفق في اولى اسابيع عرضه في تحصيل الارادات المفروبة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا التذكير بما جاء فيها من عنوين اتفاق فرنسي روسي على التوصل الى حل سياسي في سوريا يحافظ على مؤسسات الدولة وزير الخارجية المصري يقول ان التنظيمات الارهابية في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للامن القومي في مصر وقوات شرعية في اليمن تقتحم البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز بهذا اذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم الى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الالكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين الكرام عضو ألتقيكم بعد قل من نصف ساعة في مجاز الأنباء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة